اشتركوا في القناة شكرا جدا لكتابة كلمات أو جملة قصيرة لتدربوا فيها على الكتابة الصحيحة للكلمات لأن هذا الأمر مهم جدا للتلميذ الآن لنبدأ الفيديو على بركة الله فالجملة هي رنة تير لبورو دي ماتر رنة تير لبورو دي ماتر رنة وهذا هو اسم الوالد يسحبوا مكتبة الأستاذ أول كلمة هي رنة 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 إذن لكي نكتوبها بشكل صحيح يجب أن نسمع جيدا لابخونونسيسيون يجب أن نسمع طريقة نطق الكلمة رنة رنة أكلمة المويلة تير 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 ل ل ل بورو 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 دي 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 ماتر 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 دي 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 رنة تير ل بورو دي ماتر نحاولو كتابتها أولاً واحدكم ثم ثم تنرى الشرح معاً إذن قلنا أول كلمة غ نة فكما كنا نقول دائماً الجملة في اللغة الفرنسية دائماً تبدأ ب إون ماجسكول وتنتهي ب أم بوا إذا كانت خبرية هنا غ نة هو اسم ولد دائماً تبدأ بي إون ماجسكول ر ر ر ر نه 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 ر ر ر ر نه نه ر نه ر 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 بي باوت بي بريو بي رو بي بو لجابة永ر لجابة او بي رو لجابة بي او والبا تخيص بي أو . بها اليابة تخيص وا Dus Finally المترجم للغاية ت ينتق في حالة سكون بينه وبين الحرف أغ لا يوجد أي شيء ت متبوع مباشرة بالحرف أغ تقلنا دائما بأن الحرف الساكن عندما يتبع بإنطر كنصان يقرأ في حالة سكون هنا أغ كذلك ينتق في حالة سكون لأنه متبوع بأ في الأخير الذي هو حرف صامت لا ينطق كانت هذه جولة اليوم بسيطة وسهلة تمنى أن تكون قد تمكنت مكتبتها بشكل صحيح بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو تمنى أن تكونوا قد استفدتوا وأن الفيديو قد نال إعجابكم ترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم